موسيقى بسم الآبي والابني والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين يعلمنا الرسول بولوس في رسالته الأولى إلى أهل كورينثوس إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله دعاء الافتتاح مع قدس الأب إليكسيوس قاقيش ليبارك لقاءنا واحتفالنا هذا بسم الآبي والابني والروح القدس آمين اليوم الصليب يرفع والعالم يتقدس لأنك أيها الجالس مع الآبي والروح القدس لما بسط يديك عليه اجتذبت العالم أجمع إلى معرفتك فأهل المتاكلين عليك لمجدك الصليب حافظ المسكون الصليب جمال الكنيسة الصليب عزة الملوك الصليب ثبات المؤمنين الصليب مجد الملائكة وجرح الشياطين اللهم نسألك بنعمة الصليب الكريم المحي أن تمنحنا الملكوت السماوي بعد صليب هذه الحياة الأرضية وأنت حل بركة الصليب في كل مكان وكل عائلة لنحيا به اللهم بقوة صليبك ابن السلام وعمه في بلدنا وبلادنا المتألم وكل العالم اللهم نسألك أن تحمي هذا البلد وتحفظ مليكنا عبد الله الثاني المعظم والجيش العربي الباسل وكل من يسر على أمن واستقرار هذا البلد فبقوة الصليب الكريم المحي الإلهية التي لا تقر ولا تدرك يا رب ارحمنا وخلصنا آمين قدس الأباء الأجلاء سعادة الدكتور رؤوف أبو جابر المحترم راعي هذا الاحتفال أيها السيدات والسادة تحتفل كنيستنا الأرثوذوكسية في السابع والعشرين من أيلول بعيد رفع الصليب المكرم هذا الصليب الذي ظهر للملك قسطنطين في كبد السماء وسمع صوتا قائلا له وسمع صوتا قائلا له يا قسطنطين بهذا تغلب أي ليس بالقوة تغلب إنما بهذا الصليب أيها الحفل الكريم لقد اعتدنا منذ عدة سنوات أن نلتقي معا هنا في بيتنا في بيت الأرثوذوكسيين جميعا نلتقي لنحتفل معا بعيد الصليب الكريم المقدس في هذه الأجواء الرائعة أجواء الفرح والمحبة والسلام في أردن الأمن والأمان في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه فكل عام وأنتم بألف خير وسلام أترككم الآن مع كلمة سعادة السيد ميشيل الصايغ رئيس النادي الأرثوذوكسي فليتفضل مساء الخير سعادة الدكتور رؤوف أبو جابر راعي الحفل قدس الآباء الأجلاء السيدات والسادة أعضاء النادي السيدات والسادة الضيوف الكرام بسم الله بسم الآب والإبن والروح القدس إله واحد آمين باسمي وباسم الهيئة الإدارية وإدارة النادي يسعدنا أن نرحب بكم في رحاب النادي الأرثوذوكسي ونشكركم على حضوركم لمشاركتنا احتفالنا السنوي عيد رفع الصليب وهي مناسبة دينية هامة لذكرى استرجاع خشبة الصليب وللعيد ذكرى وهذه الذكرى تعلمنا أن القديسة هيلانا عندما وجدت خشبة الصليب المقدس وتأكدت منها أشعلت النيران في أرجاء الأمبراطورية الرومانية ذلك ونحن كمسيحيين نرى في الصليب الحياة والقوة والشجاعة وهذا ما يحثنا في النادي الأرثوذوكسي كمؤسسة وطنية أردنية عربية على هذا النشاط كتقليد سنوي للاحتفال به وتاريخ النادي الأرثوذوكسي معروف للجميع ومن خلال مسيرة خمسة وستون عاما أثبت وجوده الثقافي والاجتماعي والرياضي في الساحة الأردنية بهمة هيئاته الإدارية وانتماء أعضائه والذين عملوا ببنائه لبنة لبنة على مدى سنوات ليكون معلما من معالم الوطن نفخر ونرفع رأسنا عاليا بما أنجزناه ولكن من يبحث عن النور والحق والتقدم تكون دلته الخير والانتصار وهذه دعوة إحياء عيد الصليب إحياء ذكرى عيد الصليب المقدس لكل مننا في النادي الأرثوذوكسي ولنا جميعا كأفراد أن نبحث وننظر ونجند طاقاتنا للمستقبل والخير ونضيب سيرتنا نورا يسير جنبا إلى جنب مع نور ونار عيد الصليب وأختم كلمتي بتأمل الحروب التي دارت في القرن السابع بقيادة الأمبراطور هرقل والتي أثمرت باسترجاع خشبة الصليب المقدس من أيدي الفرس حينها فيحب ذا أن يدفعنا الأمل دائما السير والعمل نحو ما نؤمن به ونصب إليه لخدمة مجتمعنا وكل عام وأنتم بألف خير والآن مع كلمة سعادة الدكتور رؤوف أبو جابر راعي احتفالنا هذا فليتفضل ما شاء الله ما شاء الله الله يبسيكم بالخير قدس الآباء الأجلاء سعادة السيد ميشيل الصايغ رئيس هذا النادي الكريم هذا الصرح العردني الذي نعتز به السادة والسيدات أعضاء الهيئة الإدارية الكرام أحييكم في هذه الأمسية الكريمة التي هي عنوان الألم والتضحية التي تحملها السيد المسيح عندما واجهت تعصب اليهودي بأبشع مظاهره وكذلك العجز الروماني في فترة كانت دعامات الإمبراطورية في الشرق قد بتأد تتعلض لهجمات وهزات مختلفة إنها أمسية عيد الصليب التي نحتفل بإحيائه كل عام تخليداً لهذه القصة الرائعة من الإيمان والمثابرة ففي العام 327 ميلادية قامت 327 ميلادية قامت الملكة هيلانا أم الأمبراطور قسطنطين التي وصلت إلى القدس على رأس حملة عسكرية كبيرة بالتفتيش الدقيق عن خشبة الصليب في موقع الجلجثة وعندما عثرت عليها أرسلت جزعاً منها إلى ابنها قسطنطين في روما وبدأت في تشييد كنيسة القيامة التي نعتج بها الآن بعد قرابة 300 عام على هذا الحدث نجبت الحرب بين روما وفارس وتمكن الفرس في العام 614 بقيادة كسرى أنو شروان من التغلب على الرومان واحتلال بيت المقدس حيث استولوا على خشبة الصليب ونقلوها إلى عاصمتهم ستيسفون على نهر الفرات شمال بغداد فما كان من الإمبراطور هرقل الذي تولى الحرب مجدداً عام 629 إلا أن بدأ التفتيش عن خشبة الصليب بعد دعر الفرس في معركة فاصلة فأثر عليها وقام الاحتبالات الفخمة وذلك في كنيسة الجلجثة التي هي القيامة وبعدها تم إرسال مرة أخرى جزء من الصليب إلى روما بينما يقوم الأورثوكس في كل عام بشهر هذه المناسبة وحيائها بما عرف عند الجميع بعيد الصليب العيد بالنسبة لنا إخواني وأخواتي يعبر عن معاني كثيرة فهو أولاً يذكرنا بالآلام التي تحملها السيد المسيح من أجلنا وهو يظهر مدى العزم والمبثابرة التي تجلت بها القديسة هيلانا في حملتها للعثور على خشبة الصليب وجميعها جميع هذه المشاعر تعيننا تعيدنا إلى ما قاله بطرس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثس أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة ولتكن هذه المشاعر النبيلة الإيمان والرجاء والمحبة هي عنوان اتصالنا جميعاً في هذه المنازبة والسنين قادمة كثيرة وليرعاكم الله دوماً أيها السيدات والسادة إن النادي الأرثوذوكسي في عمان يمثل نموذجاً حياً من المجتمع الأردني إذ يضم ما يقارب على 12 ألف عضو من جميع شرائح المجتمع يتفاعلون معاً ومع الوطن بأحلامه وأفراحه ويحتفلون بجميع المناسبات الدينية والقومية والوطنية فنحن أبناء الأردن الذي يجمعنا وإليه ننتمي يعلمنا الرسول بولوس في رسالته إلى أفاسوس أن الرب يسوع المسيح قد صالح مع الله الإنسان بالصليب حيث يقول ويصالح الإثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلاً العداوة به فبالصليب أصالحنا مع الله وبالصليب نلنا الحياة الأبدية فلنحمل صليبنا ونفتخر به ولنرسم ذواتنا بعلامة الصليب بروية واهتمام وثابات لتحل علينا قوة الله أترك الحديث الآن لقدس الأب الدكتور إبراهيم دبور فليتفضل بسم الله والإبن وروح القدس الإلهي الواحد أمين قدس الأباء قدس الأباء الأجلاء سعادة راعي الحفل الدكتور العلامة رؤوف أبو جابر سيادة سيادة سعادة رئيس ناد أردوكسي الحضور الكرام قال بولوس الرسول في رسالته يوجد يوجد ثلاث مواهب الإيمان والرجاء والمحبة وبالتالي الإنسان المسيحي بقيامة المسيح يحيى الثلاث أنواع من الزمن الماضي والحاضر والمستقبل الماضي يحياه بالإيمان والحاضر يحياه بالمحبة والمستقبل يحياه بالرجاء فالمسيحي قد تخطى الزمن ويوجد فرق كبير ما بين الدهور والزمن فالله الآب يلد الإبن قبل الدهور ولكنه يخلق الزمن والزمن بدأ بعد خطيئة الإنسان ودخل الإنسان بالزمن وخسر الأبدية لذلك بقيامة المسيح انتهى الزمن كما يقول برس الرسول ولما حان من الزمان أرسل الله ابنه الوحيد مولوداً من امرأة مولوداً تحت الناموس كي يفتد الذين تحت الناموس كي ننال التبني حتى يصرخ روح ابنه في قلوبنا يا أبتي أيها الآب فنحن بالخطيئة قد دخلنا الزمن ولكن ولكن الله الابن الموجود منذ الأزل مع الآب والروح القدس يدخل الزمن ويخلق لذاته طبيعة بشرية من مريم العذراء التي حبلت به بدون شهوة وبدون زرع رجل لكي يبدأ الخليقة الجديدة من مريم العذراء وفي بطنها كما يقول القديس يحنى الدمشقي ابن هذه البلاد والقديس غريغورس النيساسي يتكلم في العهد القديم عن ثلاث أمور حدثت للإنسان العذراء الشجرة الموت فحواء بالفردوس كانت عذراء لأنها لم تعرف الرجل إلا بعد الخطيئة والشجرة كانت شجرة معرة الخير والشر وكانت الله بالذات ولكن الإنسان لم يعمل لكي يصل أن يأكل منها ويحيى إلى الأبد والموت هو نتيجة للخطيئة فنحن لم نرث خطيئة آدم ولكن الشيء الذي قد ورثناه هو نتيجة الخطيئة التي هي الموت والفناء كما يقول برس الرسول في رسالة إله الرومية كما بإنسان واحد دخلت الخطيئة للعالم بالخطيئة الموت وهكذا اجتاز الموت على جميع الناس حتى على الذي لم يخطئ بشبه تعدي آدم فأصبحت طبيعتنا مائتة وداخل الزمن وأصبحت طبيعتنا البشرية فانية وتعود إلى تراب لكن الله المحب الذي علمنا بالإيمان ومن الأباء ومن القديسين ومن خبرة هؤلاء القديسين الذين كتبوها في الكتاب المقدس وفي كتاباتهم أن الله دخل الزمن لكي يصلب ويموت ويقوم في اليوم الثالث الإنسان بحاجة إلى خلاص والاتحاد بالله شو نفع الإنسانية كل ديانات العالم تتكلم عن الإنسان إلا المسيحية تتكلم عن الله الإنسان فالله تجسد لكي تتألى أنت بالنعمة أنا قلت أنكم آلهة قول يحنى الرسول في الإنجيل لما أجو يرجم المسيح قالوا لو أنت إنسان عم تعمل حالك إله أليس مكتوب في ناموسكم أنا قلت أنكم آلهة إن قال آلهة لكل من صارت إليهم كلمة الله وكلمة الله والله الإبن الذي صار إلينا واتحدنا به فهذه العذراء في العهد القديم التي كانت أم جميع الأحياء سمعت حواء لأن أم جميع الأحياء قابلت مريم العذراء التي أصبحت حقيقة أم جميع الأحياء لأن حواء القديمة أصبحت أم جميع الأموات لأننا بحواء قد ذقنا الموت والفناء وبحواء الجديدة بميلاد المسيح منها وبتجسد الله الإبن من أحشائها وخلق له الطبيعة البشرية من أحشائها أصبحت أم جميع الأحياء لأن الله قد ولد منها والله الحي الحياة والطريق والحق قد ولد منها ونحن بالمعمودية نتحد بالله الطريق والحق والحياة ونصبح أبناء لمريم العذراء وشركاء في الطبيعة الإله نحن الشركاء الطبيعة الإنسانية لله المتجسد كما يقول بطرس الرسول إنكم شركاء الطبيعة الإلهية أصبحنا بحاجة إلى الصليب وكثير وكثير بسمع بالرعية أبونا يهوذ الإسخريوط لو لا يهوذ الإسخريوط كان ما نصلبش المسيح لا يا إخوان المسيح ليلة العشاء السري وقبل ما يهوذ الإسخريوط روح سلمه عمل صلبه وألامه وقيامته وأنهم خذوا كله هذا وجسدي اشربوا من كلكم هذا ودمي وبالتالي أعلن صلبه وقيامته ليلة العشاء السري قبل أن يسلموا يهوذ فليس لأن يهوذ أسلمه نحن خلصنا وإنما هو جاء ليصلب لكي يخلصنا نحن الشجرة حواء العذراء الشجرة التي هي الصليب لأنه بالصليب المسيح له المجد قد نزل إلى أقصى دركات الأرض إلى الجحيم السفلة وأنقذنا من الموت الروحي أي ذهاب النفس إلى الجحيم وأصعدنا وخلص جسدنا وألهنا بالنعمة وأصبحنا نحن أمة ملوكية شعب مقدس شعب اقتناء شعب الله المختار فأنتم المسيحيون شعب الله المختار وليس اليهود لأن اليهود قد انتهوا وانتهى عهدهم وأصبح لنا عهدا جديدا وأرضا جديدا وسماءة جديدة إذن بدل حواء الأولى مريم العذراء بدل الشجرة الصليب وبدل الموت أعطينا إيش الحياة فنحن يا إخوة عشنا هذا في الماضي وفي الإيمان ونحيا هذا الإيمان بالمحبة بحبنا لبعضنا البعض بحبنا لوطننا أنت المسيحي مش مطلوب منك أنك أنت تكون إنسان صالح ولكن مواطن صالح فكيف تحب وطنك السماو الذي لا تراه ولا تحب وطنك الأرض الذي تراه أنت المسيحي تحية المحبة بحبك للقريب بحبك للمسيحي بحبك للمسلم بحبك للشيوعي بحبك للملحد بحبك لكل البشر لأن المسيح عندما جاء لم يكن ولا مسيحياً ولكن بمحبته قدس العالم بصليبه نحن نحيا المستقبل بالرجاء نحيا المستقبل بالرجاء وأترجى قيامة الموت والحياة في الدهر الآتي وهذا معنى الصليب وهذا معنى الصليب الصليب يجمع ولا يفرق الصليب له أربع جهات والمصمار اللي بالنص بمسك الشمال والجنوب والشرق والغرب الصليب يجمعنا جميعاً حول نعمة المسيح نعمة الله القدوسة بالروح القدس التي تحيينا وتؤلينا وتعظمنا وتجعلك إنسان محب وقادر أن تعمل وأنت تصبح ابناً للأبدية فأنت يا ابني تحب الأرض تحب الوطن تحب المليك تحب وتخضع لكل القوانين ولكن أنت رجاءك في السماء وأرضك في السماء ونهايتك هي أنك أنت ابن للسماء فافرح أيها المسيحي لأنك أنت ابن الملكوت وأنت ابن الله أمين أيها الحفل الكريم يسعدنا في هذه الأمسية أن تشاركنا هذا الاحتفال جوقة كنيسة القديس جيورجيوس إربيت من شمال الأردن جوقة المجد الأرثوذوكسية تأسست جوقة المجد عام 2007 ميلادي من نواة صغيرة من محبي الرب ومحبي كنيسته حيث شاركت في أمسيات واحتفالات عديدة في أماكن عدة من أردننا الغالي شعارهم قدام الآلهة أرنم لك أسجد في هيكل قدسك وأحمد اسمك على رحمتك وحقك هم ثلة من أبناء الكنيسة كابد المشقات والتحديات بفرح منحهم الله وزنة الصوت الجميل منحهم حناجر ذهبية فجاهدوا لكي يبقوا أصواتا تسبح الله العلي وها نحن اليوم وبعد مضي عشر سنوات على تأسيسها وببركة ورعاية صاحب السيادة الوكيل البطرياركي في شمال الأردن المطران فيليمينوس مخامري تطل علينا جوقة المجد الأرثوذكسية مجددا بباقة من التراتيل الأرثوذكسية لرقادي والدة الإله ورفع الصليب الكريم المقدس فرحبوا معي بجوقة المجد الأرثوذكسية بقيادة المرتل منير حداد لكي يحملونا إلى السماء موسيقى موسيقى أبهشتك لذلك بشوق نُكَرِّمُكَ موسيقى 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 أَيُّهَا الْعَظِيمُ أَيُّهَا الْعَظِيمُ أَيُّهَا الْعَظِيمُ أَيُّهَا الْعَظِيمُ أَيُّهَا الْعَظِيمُ موسيقى لكن تقلت إلى الحياة بما أنك أم الحياة فبشفعاتك أنقذي من الموت نفوسنا بوق الكنيسة نظم تسبيحيها البلبل الغري دول عن كليب الشجي يقدم لنا كلنا مالذات أنغامه مفرحاً محبي الله كلهم بأنغام الروح الإلهي إن المنارة اللامعة أنوارها والوتار المورن المظهر أقوال الروح والقثار الصادحة الأنبى يجده علمان الجميع ألا يكف عن السبح والترمي للولوهات الواحيدة أيها الماثل غافراً لدى سيدي الكل يا من لديك الدلة قل لديه شفيعاً من أجل المعيدين لك لكي ينجو من الخطور ومن جميع التجارب أيها البرر روما نزول مغبوط أماماً خلّنوا للربي أجاميع الأرض هللوهي لديلوا لإسمه عضوا مجداً لتسبحاته هللوهي سبّحوه ورتّلوا له حدّثوا بجميع عجائب هللوهي قولوا لله المرّب عملك هللوهي لتخرح السموات ولتتهلّ للأرض ليرتج المحر وكل ما فيه هللوهي هللوهي سبّحوا الله رتّلوا لإسمه نهّدوا الطريق للراكب على المغارب هللوهي أرسال الرب خلاصاً لشعبه اسمه قدّس ومرّوب هللوهي أرسال الرب خلاصاً لشعبه إنّمته على أشفته هللوهي 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 أيّو إلهي عظيم مثل إلهنا أنت هو الله الصّانع العجائب وحدك هللوهي هللوهي أنت الكاهن إلى الدار على ترتيب ملك صادق هللوهي الرب قال لي أن تبني وأنا اليوم وردتك هللوهي تبارك الرب إله إسرائيل منذ الأسان وإنّا الأبد عامين هللوهي هللوهي نّام في عيد رفع الصليب الكريم في عيد رفع الصليب الكريم المحي تصل الرحلة الأربعينية التي بدأت في عيد التجلي إلى نهايتها وكانت الكنيسة قد بدأت بترتيل كتفاصيات الصليب من يومها محبة الله للبشر الذي تجسد وصار إنساناً تجلت بملئها على الصليب فقال لهم يسوع متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون أني أنا هو المسيحية والصليب هما أمران متلازمان فأينما وحينما يرى الصليب مرفوعاً أو معلقاً يدرك المرء بأنه أمام مؤسسة مسيحية أو مؤمنين مسيحيين ولا عجب فالصليب هو شعار المسيحية بل هو قلبها وعمقها وإعلان لعظمة محبة الله للبشر فلقد تأسست المسيحية على أساس محبة الله المعلنة لنا بالفداء على الصليب وعندما نتكلم عن قوة الصليب لا نقصد قطعتي الخشب أو المعدن المتعامدتين بل نقصد الرب يسوع الذي علق ومات على الصليب عن حياة البشر جميعاً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مستوياً نانسي قنقر 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 وكل رئيس المسيح يهديكنا إفراه يا من نقلت إلى ممالك السماء وصف الرسول الحكماء المكرم قد التهم اليوم بحال عجيب لختمة جسادك الممجد الطاهر يا كلية التسبح أم الإله والملائكة يسبحون جميعا في عيد انتقانك ترجمة نانسي قنقر من الأخطار إلى هنا ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة موسيقى 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 اشتركوا في القناة موسيقى 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 شكرا